اللي صارتي واضح إنه مهتم جداً بالجانب المعناوي للعيبة وإن يقرب منهم في مدارس في المدار بيقولك أنا مش فاضي إن أنا ععد أبرر نفسي للعيبة خالص ولا فاضي الوحدي يقولي أنا بلعب ليه وما بلعبش ليه وأنا أقوله عشان كذا ومستني منك كذا بيحب العلاقة تبقى منطرف واحد يعني هو يطلع أوامر وتنفذ إنت دورك إنك تلعب وإنت محترف وتتمرن أنا اللي شايد تنفذ المطلوب ما ترعش تنقشني في كل صغيرة وكبيرة دي مدرسة في مدرسة تانية أخدوا عطا لا أنا أحب 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 أعرف كل حاجة عن اللعيب صحيح أحب خليفة فضلي وإن يبقى رايب مني وأحب إن أنا ما يبقاش فيه لعيب مأموس وأنا مش عارف هل إنهين أنجح الله أعلم حسب نوعيد برضو المجموعة يعني اللي كان بيعمل العملية دي ببرع بقى يضرب ولها امتى ويكلم امتى ويسكت امتى ويبعد امتى ويشخط امتى ويطبطب امتى وفين كان منو جسيل حقيقة كان لعيب كان مدارب تخاف منه قوي وتحبه قوي تقرب منه قوي يبقى صاحبك في لحظة من اللحظات وفي لحظة تانية وعا يا عم يحسن حواجبه النهاردة ملم على وعدها ومزاجه مش رايق حتى الابتسامة متلاقاش اه يعني خلينا جد يا عم النهاردة وانا شفته هو مرة معرفش حكيت لك الحكاية دي فيه لعيب هو نزل حط اللقمع بيده وعد بين كل ام و ام كم خطوة يعني عملهم ترتيب معايد ففيه لعيب بينطق كرة بينطق كرة جارت الكرة وقعت الام فجاري مشك الام عدله وعمك مانو الجسي على اللي عمله دي وظيفتك ايه اللي جابك ناحية الامر هو انت مسؤول عن ده وانتش لقى اراد هو طبعا عمالها بحسن نية او عمالها كان معدله السرعة من ما شوفه وشافه اه فهي كان بيحب يبعت رسائل هو يعني الامر يعني ما هوش اه اه يعني حاجة بيجديل يعني وقع الامر عدله تعدي عن خمسة تسعين في المية او تسعة تسعين في المية من المدربين كمان اه هو بعت رسالة الامر وقع عشان انت جيت في الحتة دي ونطقت الكرة ووقعت وجريت عدلته هو عتفتكر ان انا مش واخد بالي اه فهو كان بالقصوة الشديدة دي والصرامة دي احيانا في التدريب واحيانا تيجي تقول له الكلمة او نوت نعم نوت نعم مش دلوقت اه ومرة تانية يجي يقول لك ايه دا انت احكي لك قصة تخص اسلام الشاطر كان كابتن اسلام اول ما جاه يبدو انه ما كانش في قناعات مالوجيسية فما بيلعبش ما بيلعبش ما بيلعبش اسلام يجي لي بعد التمرين اللي عندي في القوضة ومتدايق فاجي علي مرة قال لي الراجل حتى مش سايبني في حالي وقتولي يعني قال لي لا هو مش طيقني وقتولي بس ايه اللي حصل قال لي احنا بنتمرن وبعدين هو حط التشكيل وانا مش في التشكيل دخلت القوضة متدايق سايبني في حالي لا دخل ورايا قال له you are crying اجاب لك بزا دا قلت له قال لك كده قال لي قلت له مبروك حتلعب المطش الجاي قال لي ازاي قلت له هو يعني ايه اللي يجبيره يمشي وراك عشان يقولك الكلمتين دا ما هو كل مرة بيطلعك وعارف انك معموس اه هو جيه هزر معك بطريقة جد يعني ما فيهاش يزار لكن هو بيطري معاك سايبه مش عزم نقش اشتركوا في القناة